بشكل عام مش بس في مجال المطاعم أي مستثمر عايز يدخل في مشروع بشكل جديد لازم يكون عامل دراسة جدوى ولازم يكون دارس كويس جداً السوق هل السوق فيه فجوة محتاج الفكرة أو الكونسبت اللي انت عايز تعمله ولا لأ بصرف النظر عن هو مطعم أو هو عن مشروع تاني لازم يكون فيه فجوة في السوق محتاجة الفكرة اللي انت عايز تعملها ولازم يكون دارس بالضبط بيئة السوق وثقافة الجمهور اللي عايش في السوق وهل فيه الزبون اللي هو هيستهدفه موجود ولا لأ وفين مكانه وهيقدر يوصله ولا مش هيقدر يوصله لأن أي مشروع بدون دراسة وبدون دراسة جدوى بدون خطة عمل فهو مشروع يعني ممكن يحال إلى الضياع للفشل وفيه حاجة اسمها أو تحليل صوات ده بيحلل أربع حاجات نقطة الضعف ونقطة القوة ونقطة الفرص والتهديدات فانت بدراستك للسوق هتقدر أن أنت تبقى عارف فين نقطة القوة بتاعتك لو أنت عارف الفجوة موجودة فين فدي نقطة قوة ليك أو نقطة فرص ليك كويسة جدا لو أنت عندك خبرة في المجال ده برضو بتكون شيء طيب جدا يعني على الأقل أنا بنصح أي حد قبل ما بيدخل أي مشروع خبرة في شو مثلا؟ يعني لو أنت دخل على مشروع المطاعم على الأقل لازم يكون عندك خبرة في المطاعم ولو لمدة شهرين يشتغل في مطاعم ولو عن طريق الأولاين كورس دلوقتي تقدر تاخد كورسات كتير في مجال إدارة المطاعم